السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب شلون صحتكم شاء الله بخير حبيت اتناول شرح بسيط لتلخيص كتاب Practical Malware Analysis شرح فقط اول جزء يمثل الاساسيات بداية الكتاب يتحدث عن ثلاث خطوات لتحليل المالوار اولا تحليل الساكن اي تحليل الملف قبل اشتغال قبل اشتغاله مثل اثور على النصوص اثور على الدوال اي شي ممكن يخليك تستدل على عمل البرنامج قبل اشتغاله تحليل دايناميك بعض الملفات ممكن تكون مشفرة وما تقدر تفك التشفير فتلجأ الى هذا التحليل في حالة التشفير او حالة انه ما فادك التحليل استاكن لما تشغله تبدي تراقب تحركات البرمجية الخبيثة التحليل الثالث هو التحليل المتقدم وهو التحليل داخل المنقع يعني تخلي البرنامج داخل المنقع مثل واللي اشهر المنقعات لتحليل البرمجية الخبيثة هو الاي دي اي برو بس هنا لازم اليك معرفة شبيرة بلغة الاسمبلي بتعليمات الاوبي الخاصة بالاسمبلي يقسم الكتاب البرمجيات الخبيثة الى عدة اقسام الى عدة انواع اولا الباك دور الباك دور اللي يعني الباب الخلفي يعني بمثابة تفتح باب خلفي للحاسب حتى تقدر السيطرة عليه امثاله هواي مثل النجرات او اي برنامج خاص باختراق الاجهزة او الباك دور الخاص باللينيكس نفس العمل البوت نت البوت نت يشبه بعمله الباك دور بس انه طريقة استخدامها في الغالب يتم رفعها على استضافة واكثر الاشياء اللي يمتاز بها البوت نت هو سرعة انتشارة واكثر استخدامته هو اللي عمل دوز اتاك للمواقع واسقاطها داونلودر داونلودر هو عبارة عن برنامج خبيث عادي يحتوي على داخله رابط يعني عند تشغيلك البرنامج الداونلودر رح ينزلك البرنامج الخبيث عن طريق الرابط اللي بداخل الملف انفورماشن ستيل الماليوير يعني البرمجيات الخبيثة اللي اختصاصها سرقة المعلومات مثل المعلومات اللي يكتبها الشخص المستخدم الصور الشخصية وغيرها امثالها امثال الكيلوجر امثال برامج وغيرها اللانشر ايضا هو برنامج عادي ممكن كمثال يضطيك برنامج هو برنامج عادي يعني لو فاحصت ما راح تلك شي بداخله بس يعني بجانب هذا البرنامج برنامج خبيث فمن تشغل البرنامج اللي هو اللانشر هو اللي راح يشغلك البرنامج الخبيث المقصود بيعني ارسال المالوير عن طريق ارسال المالوير عن طريق الرسالة الالكترونية واللي هدفها الغالب هدفها المال الور مولو الفيروس طبعا الاثمين عبارة عن برامج صغيرة تكتب بلغة البيبس سكريبت او اي لغة اي لغة ثانية هدفها ايضا السيطرة على الحاسب بس صلاحيات تكون اقل من صلاحيات الباكدور الروتكيت جميع البرمجيات الخبيثة السابقة بس يمتاز يعني انه من الصعب تحليله واكتشافه بعض الانواع ما تم ذكرها بالكتاب اللي هي برامج البرمجيات الخبيثة الخاصة بالفدية اللي تشفر الحاسب والبعض الثاني البرمجيات الخاصة البرمجيات الخبيثة الاعلانية ايضا من الشغلها راح تصير عندك اعلانات بكل مكان وخصوصا عند فتح المتصفح اساسيات التحليل الساكن هنا عدنا عدة نقاط لازم نتبه قبل نبدي بالتحليل الساكن اولا فحص الملف باي موقع لفحص البرمجيات الخبيثة معرفة هاش الملف والبحث عنه في محركات البحث لمعرفة اي معلومة عنه البحث عن نصوص ودوال في الملف المرات التحليلي فحص الملف طبعا فحصه باي موقع فحص يعني فرضا نزلت ملف وتريد فحصه وتستكشف هل هذا ملف خبيث وغيره ففحصه موقع مثل موقع فيروس السببب ليش فحصه موقع يعتبره فيروس فمعناته انه هذا الموقع اكو اشخاص قاموا بتحليل هذا البرنامج الخبيث واستخرجوا المعلومات عنه مثل مكان نزوله الدوال ال الموجودة بي فهي مهمة انه تطب على اهيش معلومات حتى تجمع معلومات قبل لتحلي الهدف الخاص بك استخدام برنامج مثل هاشتاب هاشتاب هذا البرنامج يستخرج لك هاش الملف الهاش بعد ما تستخرجه تبحث عنه ايضا بالجوجل ممكن تحصل معلومات انه اكو اكو شخص قام بتحليل الملف قبلك هاي المعلومات راح تفيدك بالتحليل راح تسهل عملية التحليل عليك او تتأكد انه المعلومات اللي استخرجت عن البرنامج الخبيث هي صحيحة ثلاث استخدام اداة طبعا لاستخراج النصوص استخدام اداة strings طبعا الاداة strings انا شارحها بالقناة هي تستخرج جميع النصوص الخاصة بالبرنامج زين افرض انه استخرجت جميع النصوص شنو في هادتها طبعا اذا استخرجت جميع النصوص ممكن تكون نصوص صريحة مثل ما شوفون بالصورة الابي الخاص بالبرنامج الخبيث او رسالة تدل على انه هذا البرنامج خبيث مثل هاي الرسالة اللي جاي شوفونها send mail fail to send message يعني اخطأ في رسال الرسال للإيميل يعني اذا انت شخص محلي تقول اذا هذا برنامج عادي شنو غرر هاي الرسالة اللي هي تقول فشلة في الرسال للرسال للإيميل فلابد انه يعني هاي الرسالة تخليك الشيك انه هذا البرنامج خبيث وهو عبار عن كيلوجر يرسل المعلومات للإيميل الهاكر طبعا بعض البرامج منتو في حصة تلقاها مشفرة بأداة strings لو حاولنا استخرج معلوماتها ما راح نحصل شي شنو السبب السبب انه الضغط او الشفرة بمثابة طبقة تكون فوق المعلومات الاصلية فما تقدر تستخرج النصوص بصورة واضحة اذا ما تقوم بفك الضغط لهذا نلجأ للخطوة الثانية اللي هي التحليل دايناميك طبعا شون نعرف انه الملف مشفر او مضغوط نستخدم اداة مثل اداة بيت او اداة او اي اداة الخاصة بالبي اي مثل ما شوفون هنا انه هذا الملف عنده فحصة مضغوط ببرنامج استخدام برنامج طبعا هذا البرنامج احنا نستفاد منه حتى نستخرج مكاتب الربط واللي تتبع لها المكاتب الربط اللي تتبع لها الدوال طبعا الدوال المقصود بها الدوال الابي اللي هي الواجه البرمجية للتطبيقات يعني بمثابة انه تطيق صورة برمجية لانه شنو عمل هذي الملف عن طريق البرمجة يعني شنو غرض شنو راح يسوي فهي تطيق فكرة عامة عن البرنامج لمجرد انه شوفها راح تطيق فكرة عامة من المكتبات الربط اللي هي الكيرنل واليوزر 32 طبعا هنا محدد لك قايلك انه ال A D V A B 32 32 هاي اختصاصها تحدث لك انه يعني عند ذلك مكتبة الربط لديرا طبعا مكاتب الربط هنه مكاتب موجودة داخل ويندوز يستخدم المبرمج يستدعي حتى يعمل البرنامج ماله بالشكل الصحيح فعنده وجود مثل احد الدول اللي هي AIDV ABI 32 وجود هي يعني راح يستخدم المبرمج في هذا البرنامج الجاي في الفحصة راح يستخدم الرجستري عدنا هنا W S O C 32 والثانية W S 32 وجود مكتبة الربط هاي داخل البرنامج يعني راح يستخدم اتصال بالشبكة يعني كمثال احنا جاي نفحص مثلا برنامج تصوير فلقي هنا اتصال بشبكة نقول يعني شنو السبب وجود اتصال بشبكة او اتصال بآي بي داخل هالبرنامج للعلم هو برنامج تصوير اذا لابد انه اكو شي مثير للشكل يدعي لتحقق بهذا الملف ممكن يكون برنامج خبيث هاي صورة لبرنامج C F اكسبلورر طبعا هذا البرنامج المستخدم به ID V A BI 32 اللي هي مكتبة الربط طبعا مستدعى اربعة دوال خاصة بالرجستري مثل ما قلنا انه هاي المكتبة الربط خاصة بالرجستري فوجودها يعني اكو ممكن رح يستخدم الملف رح يستخدم الرجستري رح انطيكم طبعا الكتاب منطي مثال عن تحليل Keylogger والتحليل اخر لملف محمي يعني هل رح تظهر دوال l-ABI لملف المحمي المحمي يعني مقصود مشفر او مضوط هل رح تظهر مثل ما تظهر الملف العادي هاي هنا مستعرض الدوال l-ABI لملف Keylogger الملف Keylogger شنو يسوي يسجل الكلمات الخاصة بالضحية ويرسلها لل للهاكر فمن ضمن الدوال اللي موجودة اللي منبثقة من من مكتبة الربط كيرنر 32 مكتوب هنا ذات لحظون read file وread file احنا مثل مثل ما قلت لكم على المثال السابق افرض انه برنامج تصوير شنو شنو داعي وجود read file يعني هاي الدوال مسؤولة عن تسجيل يعني كتابة على ملفات وقراءة ملفات شنو فائدة وجودها برنامج تصوير هنا عدنا ايضا من مكتبة الرابط يوزر 32 مستخدم ثلاث دوال ABI خاصة بالرجستري يعني ممكن يحفظ مفاتيح الرجستري طبعا وجود التعامل مع الرجستري داخل البرنامج يعني راح يثبت لك البرنامج او البرنامج الخبيث داخل الرجستري فنقول شنو فائدة انه كمثال برنامج تصوير يحتوي على تثبيت بالرجستري عفوا هنا نستعرض دوال ABI لملف محمي مثل ما جاي تلاحظون ما كو يعني دوال اثير الشيك ابدا مثل هو دالة عادي خروج من البرنامج دالة يعني خاصة بالمسج بوكس الخاصة بالبرنامج ما كو شي يثير ريبة هذا كل سبب يعني التشفير فالتشفير والضغط ايضا راح يحجب عنك دوال ABI بعد ما قلنا انه بالتشفير ما نقدر نكتشف اي شي او الضغط راح نلجأ للخطوة الثانية اللي هي التحليل الدايناميك قبل لا نبدي بتحليل الدايناميك اول نقطة اللي هي مهمة جدا وهي انشاء نظام مهمي لتشغيل البرمج الخبيثة بعيدا عن نظام ك الاصلي مع وضع نقطة استعادة في حالة تلفية يعني انت سويت استخدمت الورتو ونصبت نظام ويندوز داخله لازم تخلي لك نقطة خاصة بالاستعادة هاي طبعا نقطة الاستعادة ما تتوفر بالنسخ القديم اعتقد 2007 و2008 لذلك لازم تستخدم في ام وير اعتقد 2011 أو 2012 يلا تحصل بنقطة استعادة السبب يعني ممكن انه النظام اللي تنصبه داخل النظام الوهمي اللي تنصبه داخل الويندوز العصلي ممكن يتلف اذا شغلت برمج خبيث هاي يتلف بالكامل النقطة ثانية استخدام ساند بوكس اثناء فتح البرنامج الخبيث ثالثة مراقبة الملفات باستخدام برنامج بروسس مونيتر وبرنامج بروسس اكسبلور وبرنامج ر اي جي شوت مراقبة الاتصالات عن طريق برنامج apt-dns وبرنامج نيتكات وبرنامج ويرشار مثل ما شوفون هاي الصورة توضح انشاء نقطة استعادة باستخدام في حال تلف البرنامج مجرد انه تضغط على نقطة تلف النظام الوهمي لمجرد انه تضغط على نقطة الاستعادة رح يرجع الى النقطة الاصل اثنين استخدام الساند بوكس اثناء فتح البرامج الخبيثة الساند بوكس مهم جدا حتى وانت تستخدم النظام الوهمي لين رح ينشير لك بيئة وهمية تحجز البرنامج وتحجز انتشاره فتقدر تسيطر علي اكثر اكثر داخل النظام الوهمي طبعا هو طارح ساند بوكس خاص بليينيكس انا انصحكم برنامج الشهير ساند بوكسي البرنامج الاصفر ايضا شغله يحجز البرنامج الخبيث اثناء عمله مراقبة الملفات باستخدام برنامج بروسس منيتر بروسس منيتر البرنامج هذا موجود داخل ويندوز يعني يتنصب كبرنامج اساسي داخل ويندوز البرنامج بيعدة ميزات الاولى مراقبة الريجستري ثانية مراقبة الملفات ثاثة مراقبة الشبكة عفوا الرابعة مراقبة نزول الملفات بس مشكلته صراحة انه الواجه المرئي او الواجه الرسومي الخاصة بي مو مثل يعني بقية البرامج يعني ضعيفة صراحة الواجه الرسومي ضعيفة جدا ويحتاج تركيز وشخص يعني تتعول على استخدامه حتى تقدر يعني تراقب المالور اثناء اشتغره بصورة صحيحة استخدام برنامج بروسس اكسبلورر طبعا البرنامج ايضا شغلة انه يراقب العمليات يعني العمليات دائما وخصوصا البرامج جاتي الخبيثة تكون عمليات خلف يعني ما تطلع لك بيها واجه الرسومي انه تبين لك جاية تشتغل لا خلف يعني تشتغل خلف البرامج البروسس اكسبلورر راح يكشف لك اذا اكو عمليات مخفية طبعا البروسس اكسبلورر لو ضغطنا على اي مثلا برنامج ضغطتين راح تطلع لك عدة خصائص راح نتحدث عن اهم خاصية اللي هي سترينج اس هاي الخاصية تظهر لك جميع النصوص بالمموري يعني احنا قلنا بالسترينج اداة اذا الملف مشفر ما راح تقدر تشوف النصوص المشفرة باثناء التحليل الساكن ليش لان الملف مشفر اما بحالة اشتغاله و اظهرت النصوص اللي بالمموري راح تظهر النصوص شنو السبب انه سبب البرنامج بعد ما يشتغل راح يتم فك التشفير الخاص الخاص بالبرنامج لذلك نشوف النصوص كلها واضحة من هاي النصوص تقدر انه اذا اكو اي بي او اكو ايميل او اكو اي شي تقدر تبحث عنه عن طريق هاي الخاصية البرنامج الثالث RG هوست طبعا البرنامج عمله يراقب شغلتين يراقب الرجستري ويراقب المكان النزول عمله جدا سهل هاي الخاص انه تقدر تحدد يعني يظهر لك ملف نص يظهر لك النتائج هذا الزر عمله انه ياخذ صورة لملف الس قبل قبل لايشتغل البرنامج الخبيث بعد ما تاخذ صورة رح يظهر لك انه شغل البرنامج الخبيث تضغط على الزر اللي اسفله رح ياخذ صورة ثانية بعد اشتغال الملف الخبيث تظهر تضغط على الزر ثالث اللي هو كومباير رح يسوي مقارنة فاذا اكو يعني عملية نزول بالرجستري عملية نزول داخل ملف الس فكل ها رح يوضح لك البرنامج واستخدام ه سهل جدا مراقبة الاتصالات طبعا التحليل ديناميك ببساطة يعني يعتمد على ثلاث خطوات اللي هو تحليل مراقبة الملفات مراقبة الرجستير ومراقبة الاتصالات فمراقبة الاتصالات تقدر تستخدم برنامج الاب بي تي دي ان اس وهو برنامج شهير يعني لمجرد انه شغل المالوير وشغل البرنامج وتنتظر فاذا اكو اتصال عن اتصال الهوس او اي بي رح يظهر لك بهذا البرنامج البرنامج الاخر اللي هو النيت كات النيت كات يعني عنده اشتغل البرنامج طبعا اي برنامج خبيث لحتى يتصل بهوس معين يحتاج بورت فاحنا وقت نشغل البرنامج الخبيث ونحصل على البرنامج الخاص بالبرنامج الخبيث نقدر عن طريق اداة نت كات نحصل يعني نسوي فحص للبورت فنعرف عن طريق هذا البورت انه مصدر الاتصال و يعني والبرنامج اللي استخدمه فهنا نسوي فحص لبورت 80 فطلع عنا الهوست اللي هو موقع الجوجل والبرنامج والبرنامج اللي جايطلع من عدة اتصال اللي هو البرنامج الموزيلا اللي هو الفايرفوكس فمطارنا ثلاث معلومات البرنامج اسم البرنامج يعني فلنفرض انه البرنامج الخبيث راح ينطيك اسمي الشغلة الثانية ينطيك الهوست المشتغل بي اللي العفو اللي متصل بي الشغلة الثالثة اللي هو البورت برنامج الويرشاك طبعا البرنامج واسع جدا يعني شغلة مو بس انه تحليل الحصول على الهوست او البورت لا شغلة تحليل الشبكات عام حتى تقدر تتجسس عن المتصلين عن طريق الشبكة عن طريق هذا البرنامج يعني شغلة واسعة جدا بس يحتاج لشرح مطور جدا الى هنا يعني ينتهي شرحنا ان شاء الله ما بقعدنا شي بس اوضح نقطة انه لا تعتمد على الادوات طبعا الادوات المطروحة داخل الكتاب ادوات جيدة جدا بس انت لا تقيد نفسك بادات قيد نفسك باشياء اساسية مثلا بالتحليل دايناميك ركز على يعني على مسار نزول الملفات والتعديل على الريجيستري والاتصالات هذا الفلات فانت يعني تخلي لك اي برنامج ممكن يأدي لك الغرض اللي هو مراقبة الملفات او مراقبة الريجيستري او مراقبة الاتصالات ممكن يعوضك عن البرامج هذا اللي ممكن بعض الاشخاص يعتبرها صعبة الى هنا انتهى شرحنا اليوم ان شاء الله نلتقيكم بشرح اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة